السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقائي في قناتكم قناة Arabic MMA Reviews نعتذر عن الغياب الطويل لكننا دائما ما نغطي الكارت التي تكون في أبوظابي لم نتخلف عنها منذ بداية يعني منذ نشأة القناة أتمنى أن أكون بخير قمنا بتسجيل مباشر يعني لن يكون فيها لا تعديل ولا مهزنون سنتحدث عنها بشكل بسيط وأيضا سنلقي الضوء على بعض المواجهات التي أظن أنها مهمة والتي كان ينتظرها العديد من المشاهدين بدايتنا سيكون بأفضل غتال أو ربما أحد أفضل المواجهات التي حدث في 2024 كانت بين أورول باي وريزينسكي إن لم أخطئ في تسمية البولندي أفضل مواجهة حاليا في الكارت تقدر إذا نصح القول وأحد أفضل مواجهات كما قلنا في 2024 ندية من بداية المواجهة إلى نهايتها أورول باي مع أنه خسر النزال لكنه أظهر قوته وصموده بحيث منذ منتصف الجولة الأولى يعني عينه اليمنى أغلقت تقريبا تماما لكن مع ذلك كان يحاول ند لند أمام البولندي كانت الجولة الأولى للبولندي الثانية قد نقول ربما لأورول باي وحتى مع سقوطه في الجولة الثالثة أنا كشخص والعديد قد يوافقوني الرأي أعتبرنا أن أورول باي انتهى وأنه ستكون أول هزيمة له بضرب القاضية إن لم تخني ذاكرة أعتقد أنه لم يخسر أبدا بضرب القاضية ومع ذلك عاد وكاد يأخذ القتال وينهي البولندي في أواخر الجولة قتال رائع جدا قتال لم نرى مثله منذ مدة طاولة أعتقد أننا كمشاهدين استمتعنا بهذه المجواجهة عفوا ننتقل للقتال الثاني بين مقمدوفا في ريلا أبو سفيان أظهر هنا في هذه المواجهة أنه مقاتل يتطور دائما مستواه يرتفع دائما وأثبت أيضا أنه يعود من اللحظات الحالكة بحيث كان يقضى عليه في الجولة الأولى لم تخني الذاكرة وأسقط والتجه إلى غارزته وإلى المصارعة ثم أثبت أنه بعد الخروج من هذه الأوقات الصعبة يمكنه الفوز والعودة وهذا ما حدث في هذا القتال أبو سفيان خطأه الوحيد الذي حدث له في هذه المنظمة أنه تم تسريع رحلته فيها مباشرة لمواجهة سترينكلند لكن هو يعني مقاتل جيد جدا مرة أخرى يثبت أنه يتطور هذه المرة النفس الخاص به كان جيد جدا مقارنة ما حدثه مع سترينكلند يعني كل شيء كان ضده في بعض الأوقات لكنه استطاع أن يعود ويأخذ القتال ويفوز به بخنق علوية رائع جدا ننطلق الآن للمواجهة الأخرى وبالنسبة لي واحدة من أفضل المواجهات التي رأيته استمتعتوا بها كمشجع خاصة شارف الدين ضد بيتروسين بيتروسين مقاتل محترم قدم عدة أداءات جيدة جدا في المنظمة حاليا شارف الدين محمد بدأ الآن يواجه المقاتل المحترمين مع أنه منذ بداية بالمنظمة واجهة إلى المحترمين مع ذلك الآن بدأ المستوي تطور فوز ولا أروع بسيجنيتر موف خاصة به الآن يعني دابل سبينين عفوا ليست كيك سبينين والله خانتي إذا كرام ماذا سأقول يعني لكمتين سبينين سبينين بانش متتاليتين من يدين مختلفتين حقيقة الآن أصبح هو المسؤول عنها باسمه إنهاء ولا أروع تدرب عليه وقد رأيناه في تدريبات ما قبل المواجهات يعني مستوى رائع جدا لكن طلبه في الآخر لمواجهة أديسانيا أنا بالنسبة لي أعتبر خطأ أتمنى ألا تقوم المنظمة بما أنه الآن أصبح ذو اسم بدأ يظهر اسمه بشكل جيد جدا أصبح مشهور لأنه في ظرف سنة هو الذي افتتح في كارد أبوظابي الماضية التي كان يترى أسوأ إسلام ضد دفول كولنوس رقم الثنين والآن يكون هو الذي سيبدأ إلا تأخذني ذاكرة هو الذي فتح الحديث الرئيسية يعني المواجهة الرئيسية بعد سنة بالتمام والكمال أتمنى أن يأخذ ويتأنى في رحلته في اليو أف سي أن لا يقوم بما أن لا يحدث له مثل ما قلنا للحظات لأبو سفيان وأيضا أن لا يحدث له مثل ما حدث الإكرام وكذلك أتمنى أن يستفيد من يعني يختار المقاتلين الذي مثله على ويبتعد قدر المستطاع عن المواجهات التي يكون فيها خصومه متمكن من الرسلين بمعنى وهذه فكرة قالها إيدي برافو المدرب المعروف للجدوس وصديق جو روغن أنه كل مرة نواجه مقاتل له نفس الأسلوب يمكننا من التدرب أكثر على نقاط الضعف يعني كل مرة تنجو تستغل تلك الفرصة لتدرب وتطور فيه نقاط الضعف ومثلا نقطة ضعفه وهي المصارعة وبالتالي أنا كبداية أعتقد أنه الآن حان مواجهة أحد وليس يدخل للتصنيف في وبعدها يأخذ نظرة على ما يحدث في الإليت مع المقاتل النخبة ثم يطلب قتال في الطوب تان وبعدها إذا أثبت نفسه أنه مقاتل يستطيع مواجهة مقاتل تصنيف العلى هناك يطلب ميشا يطلب دوسونيا يطلب أي مقاتل يطلب وروب ويتاكر أي مقاتل يمكنه مواجهته على الواقف وبالأخص يجب علي أيضا تصحيح من بعض أخطائه الدفاعية على الواقف هذا هو رأيي في شرف الدين وهذا ما أتمنى له ندخل الآن أحداث أو المواجهة الرئيسية بدايتنا بين مورفي وإيدي مورفي يعتبر مهمة صاعدة من إنقلترا رأيته أول مرة في مواجهته ضد زبير تاخوكوف لم تخني ذاكرة أحد أصدقاء حبيب وأعتذر إن أخطأت في اسمه انتهى القتالهم بين زبير ومورفي بالتعادل مورفي لديه كل أسلحة لكن هذه المرة ورأينا أنه يمكنك إذا كنت شخص لديك القوة يمكنك إسقاطه حاليا مورفي أثبت أنه يجب عليه التصحيح من دفاعاته وما زال عليه وما زال الوقت لكي ينضم للتوف 15 يعني الحاليا عجبني أنه الطالب مواجهة إليت يعني طوم إليت إن لم تأخوني ذاك نعم وهو المصنف التاسع والله إليت لديه قوة في يديه كبيرة جدا يعني كتمهيد إن فاز عليه كتمهيد للمواجهة على اللاقب في قادم الأيام ذات توبوريا يعني خاصة ما إسقاطه بين طرف بينا بينا له أن لم يزال لديه أخطاء دفاعية مع أنه يحتوي على ترسانة من الأسلحة التي يمكنها القضاء على الخوصون بأي شكل من الأشكال مواجهة أظهرت له نقاط ضعفه أيضا ذكاؤه وموهبته طلبه في مواجهة أحد الطوب تان الذين يمتلكون القوة تمهيدا لتطوره إن شاء الله إذا صعد وطلب المواجهة وسنحت له الفرصة للقتل على اللقب نأتي لأحد المواجهات التي أنا كشخصيا كنت أنتظرها وهي مواجهة أنكالايف وراكي تيج أعتقد أن أنكالايف دخل القتال كان بين قوسين قتال ممل في كثير من لحظاته لكن أنكالايف دخل القتال والمواجهة على أسس أنه يفوس فقط الذي يقول لك أن المستواه وكيف سيواجه هو حاليا فكره وكل ما يدور في رأسه وآلكس بيريرا إنما راكي تيج أخذه لعدم التوقف وأخذ راحة يعني كي لا تؤثر عليه ويبقى دائما في الرتم المعتاد أنكالايف أنهى ضامن المواجهة لم يواجه أي مخاطر طيلة المواجهة وهذا هو المطلوب يعني فوزه والآن أثبت حقيته بمواجهة أليكس بيريرا ولا أحد غيره تقدر تقول له مثلا أنت يجب أن توجه قتال آخر أو توجه خصم آخر حاليا أنكالايف ضد أليكس بيريرا على اللقب وأنا أتمنى أنكالايف يعني هو يمكنه مواجهة أليكس بيريرا على الوقف الناس التي تعتقد أنه سيخسر هذه أمامي معظم المقاتلين التي وجههم أليكس بيريرا معظمهم مقاتلين يقاتلون على الوقف يعني أنهم لا يظهرون له أي مشاكل مصارعة لكن في الأمامي إذا استطاع أن محمد أن يقوم بفينت ويغير المستويات بين مستوى الوقف ومستوى المصارعة ويحمي نفسه من النيز قد يخربط كل شيء ويوهم أليكس بيريرا بعدة احتمالات تمكن حتى من إسقاطه على الوقف وهذا أمر خطير وإذا استطاع أخذه على الأرض فأنا لا أمانع أتمنى ذلك يعني أليكس بيريرا تم أخذه من طرف أديسانيا الذي كان أقل منه وزنا بعدة كيلوغرامات يعني أنكلايف يستطيع ويمتلك من أخطر التي رأيتها في حياتي يمكنه الفوز بالجولة الأولى والثانية يعني ستكون نهايتها مثل نهاية فرانسي سينغان والأخير أتمنى أن لا يركب عقله ويكمل المواجهة على الوقف بل يستغل كل إمكانيتي وليكن غبي المفيد أنك تصبح بطل لهذه الفئة نأتي للمواجهة المنتظرة أكثر من الحدث الرئيسي وهو ويتاكر ضد شماياب حمزة شماياب هذا الذي رأينا في هذه المواجهة هو الرجل الذي تابعته في قدومي الأول هو الذي أحبه حقيقة العقلية الهادي الطريقة التركيز لا ينجرأ أمام أراء الجماهير أنه يريد أن يثبت نفسه على أنه متكامل أحبه بهذه الطريقة رجل لديه قوة كبيرة ونقطة قوة يمكن استغلالها في جميع المواجهات يستغلها وينهي القتال في أول وهذا ما أريد وهذا ما أود رؤيته مستقبلا هذه المرأة لم يدخل في صراعات كثيرة ليس لها أهمية مثل ما فعل ضد بانز أو ضد ما فعل ضد عثمان هذه المرأة هذه المرأة عفوا جاء محظرا آه لوكت إن آه هدفه نصب عينيه آتها ليثبت أنه من فئة النخبة ذات النخبة أصحاب النخبة وهو نخبة النخبة وهذا ما أحبه فيه وهذه المرأة حقيقة فرحت له فرحا شديدا لأني في عدة آه مرات كنت أحيانا أختلفة أحيانا كنت أتمنى له حتى الخسارة لأنني أصبحت من لست أصبحت لست مشجعا له في عديد من المواجهات السابقة طريقة كلامه التي تغيرت آه المجموعة التي غيرها لكن هذه المرة عاد إلى أصله الأول أصله الذي أتى به وهذا ما يعجبني إنهاء أولى أروع بحيث أنه كاد يكسر فك روبا ويتاكر روبا مقاتل نخبة بطل سابق واجه العديد من الأبطال يعني حاليا لم يخسر إلا من البطالين الرئيسيين لهذه الفئة وحاليا شماييف هو الثالث الذي يقوم به أعتقد أن شماييف يمكنه الآن قتال على اللاقب إن لم يواجه سترينكلاند دوبليسيز وأرى أنه يمكنه إنهاء المواجهة في الجولة الأولى ويصبح البطل الرسمي لهذه الفئة أتمنى أن لا يختر وأن لا يلعب أحد بعقله يكمل بهذا المنهاج مباشرة إلى الأهدف يحسم أموره في بداية المواجهة ولديه قوة لا يهم أن يثبتها لأحد أنه يمكنه القتال على الواقف أو على القاعد لديك قوة لا أحد يمكنه مواجهتها تكنيك ولا أروع أكمل على هذه الطريقة من أحد أفضل المواجهات لحمزة شماييف منذ مدة طاولة أتمنى أن تبتعد عنه الإصابات ويكمل التدريب وإن شاء الله نراه بطل لهذه الفئة رجل يستهل الحقيقة كل توفيق له بإذن الله نحن معه إلى الآخر إن شاء الله نأتي الآن للحديث عن القتال الأخير قتال أسعجني حقيقة الآن سيذل أمنا حقيقة سيزعجونا سيذلنا أشد إثلال كنت أتمنى أن يخسر ماكس هالوي كانت لأمالي عليه كبيرة جدا وبدأت الجولتين كانت رائعتين وهذا نفس الشيء الذي حدث بين توبوريا وولكونوفسكي كان يدير المواجهة بشكل جيد جدا وكان متمكن ومع ذلك بضربة واحدة تم إسقاطها الأرض المشكلة في هالوي أنه لما تمت إصابته كان يمكنه الهروب لكنه اختار أنه يواجه ثم خرج من رينج الملاكة مضيق وبعد وبعد ذلك عاد لم يركز على الدفاع ليخرج من تلك الصدمة لكنه عاد للمواجهة وبلكم أخرى بكل قوة توبوريا طرحه أرضا توبوريا لا أقول أنه لا يستاهل أو لا شيء أو من ذلك القبيل عفوا هو مقاتل رائع جدا أثبت أنه من طينة الكبار لديه تكنيك ملاكمة ولا أروع ما يزعجني فيه حديثه الكثير لم يترك لبيل المحمد لا إسلام مخشاب شو أمالي مرة الجاية سيتكلم عن أليك سبيريلا ثم سينضم بأن فرنس سنغانو هارب من المنظمة خوفا منه يعني والآن زاد فاز على ماكس هالو بهذه الطريقة سيذل أمنا بشكل كبير يعني ضربتين على الرأس كانت الكارد ماشية مع توقعاتي بشكل رائعي جدا مع من أشجع بشكل ولا أروع ثم أتى هذا وأفسد علي الليلة مع خسارتي المدريد يعني والله لم تكن ليلة جيدة بالنسبة لي كمشجع أبدا مع ذلك طبوريا الآن أثبت أنه بطر رسمي دافع علاق به بهذا المستوى حاليا الوحيد الذي يمكنه تأثير عليه مستقبلا يعني يشكل تهديدا مباشرا له والغائب الذي كل الأضواء غير مهتمة به وغير مركزة عليه وهو مفسار مصارة مفسار رائعة جدا العديد العديد من المقاتل العفو لا يريدنا مواجهته ويريدون الآن المنظمة تريد تسبيق عليها ديوغو لوباز الذي خسر أمامه بشكل واضح مفسار حليل بوينسري كبير جدا لا أرى أي أحد يمكنه مواجهة إلى حاليا في فئة الفيدرويت أنا أعتقد أن لو يكمل يواجه المقاتلين الذين دائما نراهم في الفيدرويت أعتقد أنه سيبقى بطل هذه الفئة لمدة طويلة جدا على الأقل سيكسر رقم الدفاع لفولكونوفسكي ونرى أنه سينضم لأجلخص أردو سيصبح هو أفضل المقاتل في التاريخ في هذه الفئة إن أكمل بمواجهة هؤلاء المقاتلين المعروفين في التصنيف العاشر يعني المعروفين إن لم يواجه موفصار وبالتالي أرى أنه أيضا آلن برندن آلن يمكنه بأسلوبه يمكنه مواجهة إليا لكن أرد إليا أنه سيسيطر ويبسط هيمنته على هذه الفئة بشكل طويل والوحيد الذي يمكنه تهديد عرشه هو مفصار بوسطة مصارعته يعني لا أتمنى أن يقف معه ند لند توبوريا أظهر يتجاوز خوسي ويتجاوز 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 يعني أرى أنه قد تجاوز كونر ماغرير بشكل كبير جدا من الناحية القتالية ليس من ناحية شهرة أو ما إلى ذلك هذا بشكل بسيط تلخيص لهذه الكارد أتمنى أن أجيبكم رأيي صحيح لم نقوم بالتحليل المدقة كما اعتدنا لذيق الوقت أرجو أن لا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك بالقناة أتمنى أن أعود إن رأينا المشاركات منكم بشكل أكبر قد نكمل هذه السلسلة والتسجيلة المباشرة وفي الأخير دمتم في رعاية الله ولا تنسوا إخوانكم من دعائكم ولشهدهم بالرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته